دكتور ياسر هناك 17 مصرياً إذن تم ترشيحهم ونحن نتحدث حتى عام 1971 بالنظر إلى هذا الرقم كيف تقيمه؟ هل هو تواجد أو ترشيح ضعيف؟ متوسط؟ جيد بالنسبة لدولة مثل مصر؟ أم تقييمك العام لهذا الرقم؟ بشكل عام أعتقد أنه يظل رقماً متواضعاً لا ندري بالمقارنة بالفترات اللاحقة كيف سيكون الأمر لكنه يظل رقماً متواضعاً وإن يكون هناك عدة ملاحظات لابد أن نضحها في الاعتبار الاعتبار الأول أو النقطة الأولى هي أنه تم اعتبار عدد من الشخصيات العربية وغير العربية التي أقامت في مصر أو ولدت في مصر أو عاشت في مصر لفترة من فترات باعتبارهم من المصريين أسماء كثيرة رشحات عربية وغير عربية ضمطها القائمة على أنهم مصريون ربما بحكم الإقامة أو المولد أو العمل النقطة الثانية التي يهمنا أن ندركها أن هناك أسماء بعينها تكررت كما هو معلوم الآن أن دكتور طحسين كان أبرز الذين رشحوا لهذه الجائزة 13 مرة ورقم جيد ويشير إلى اهتمام خصوصاً في عقد الستينيات كان هناك اهتمام واضح بترشيح دكتور طحسين إلى هذه الجائزة واقترابه بشكل معين من دائرة المرشحين أو كما يسمى القائمة الموسعة التي كانت تبنى عليها القائمة القصيرة للفوز بجائزة نوبل للأدب على ذكر طحسين دكتور ياسر ذكرت حضرتك أنه تم ترشيحه 13 مرة بالفعل ولكن في كل مرة لم يحصل على الجائزة هل من تفسير في رأيك رغم منجده الأدبي ورغم هذا العدد الكبير يعتبر مقارنة مع الأدباء الآخرين في الترشح هناك نقاط أساسية لابد أن ندرك أن جائزة نوبل في فروع مختلفة ومنها الأدب ليست دائماً أو بالضرورة تذهب إلى مستحقيها هناك أسماء كبيرة وقمات ضخمة في عالم الأدب لنقول على سبيل المثال ترستوي والشيخوف في روسيا وأيضاً كافكا وماسل بروس من فرنسا وغيرهم لم يفوزوا بالجائزة في حين فاز بها أسماء ربما لا يمكن حسبانها على جوائز الأدب على سبيل المثال ويستر شيرشيل رئيس وزراء بريطانيا في فترة الحرب العالمية الثانية فاز بجائزة نوبل للأدب إذن ليست بالضرورة هي المقياس أو المعيار هناك اختيارات هناك حسابات وضغوط ربما أو لوبيات لندري هي التي ضغطت باتجاه ظهور أسماء للفوز أو حتى للترشح للجائزة الكل يرشح آلاف الترشحات تصل إلى جائزة نوبل في فروع مختلفة ومنها الأدب لكن يتم ضم هذه الترشحات لتضم قائمة موسعة ثم يتم اختصارها إلى قائمة مختصرة يتم اختيار الفائز في نهاية الأمر من هؤلاء وبالتالي ليست مقياسا لكن الأسماء التي رشحت وأبرزها طا حسين أعتقد أنها كانت جديرة بالجائزة لأنها إذن نظرنا إلى الشخصية ودورها وتأثيرها في الثقافة المصرية والعربية ودورها أيضا في دعم الفكر التنويري في تلك المرحلة من مراحل عمر المنطقة العربية أعتقد أنه مهم للغاية أن نشير إلى أنه الاهتمام الغربي انعكس في ترشيح طا حسين للجائزة وبروز اسمه عدة مرات لكن للأسف الشديد لم يفوز بها وإن كان نجيم محفوظ أول فائز مصري وعربي بجائزة نوبل للأدب أشار في أكثر من حديث صحفي إلى أن دكتور طا حسين وتوفيق الحكيم كان جديرين بأن يفوز بالجائزة قبله